هذه أبرز العنوين أدم أزنو يخرج بتصريح مفاجئ بعد أول ظهر له رفقة المنتخبة المغربية ويفاجئ الجميع بما قالها الفيفا تتخذ قرارا مفاجئا في حق المنتخب المغربي بعد مباراة القابون وليسوتو هلال الطائرة يخرج بأول تصريح بعد تعيينه رئيسا للرجاء الريادية خلفا لمحمد بضرقة كلام كبير من مدرب فنربخش التركي جوذي مورينيو اتجاه النجم المغربي يوسف انصري قبل ما نبدأو ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغربة تحدث أدم أزنو لعبير ميونخ الألمانية عن ظهوره الأول رفقة المنتخب المغربي أمام منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا المغرب الفين وخمسة وعشرون قال أزنو في مقابلة مع موقع الرسمي للنادي البفارية لقد كانت تجربة رائعة للغاية أنا ألعب مع المنتخب الوطني المغربي لأول مرة عائلتي كانت هناك أيضا وساندتني في الملعب سوف أتذكر ذلك اليوم إلى الأباد لقد كان بمتابة الحلم وعن حصوله على رجل المباراة قال لقد كان شعورا لا يصف بالتأكيد ما زلت سعيدا ومتنا بشكل لا يصدق لأن زملاء في الفريق جعلوا أمر سهلا بالنسبة لي للبدأ كانت بداية رائعة بالنسبة لي سيكون للقميس الذي أرتديه في المباراة مكانا خاصا في منزل والدي وتابع أدم أزنو قائلنا أعطاني المدرب إشارة أو إثنين قبل المباراة بأنني يمكن أن أكون في التشكيلة الأساسية لقد منحني التقى وقدم لي الكثير من النصائح مما ساعدني كثيرا كما دعمني زملائي كثيرا مما سمح لي باللعب بالحرية بالطبع كنت سعيدا جدا لأنني تمكنت من البدء واختتم أدم أزنو حديثه بالقول حتى الآن وبعد أيام قليلة ما زلت ساعدا وممتنا بشكل لا يصدق لأن زملائي في الفريق جعلوا الأمر سهلا بالنسبة لي للبدأ وكفريق كنا سعداء أيضا بالنقاط الثلاثة في نهاية المباراة حافظ المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على المركز الرابع عشر في التصنيف الدولي لكرة القدم الفيفا الصادر يوم أمس الخميس وإستقر الرسيد وصود الأطلس عند 1669.44 نقطة في حين تمكنت منتخبات أوروبية وأمريكية جنوبية من تحقيق تقدم في النقاط بفضل نتائج مبارايتها الأخيرة على الصعيد العالمي استمر الأرجنتين في صدارة الترتيب يليه فرنسا في المركز الثاني ثم إسبانيا في المركز الثالث وإنجلا الطيرا في المركز الرابع والبرازيل في المركز الخامس بلجيكا في المركز السادس هولندا في المركز الثامن والبرتغال في المركز التاسع وكولومبيا في المركز العشر إيطاليا جاءت في المركز الحادي عشر ضمن المراكز الأولى المتقدمة افريقيا واسع المنتخب المغربي الفارق مع اقرب منافسيها حيث جاء المنتخب السن غري في المركز التاسع عشر عالميا تليه مصر في المركز سادس وثلاثون توماركو ديفور في المركز ثمين وثلاثون نيجيريا في المركز التاسع وثلاثون تونس في المركز الواحد والاربعون الجزائر في المركز السادس والاربعون والكاميرون في المركز الواحد والخمسون والمغرب يبقى هو المتخب المتقدم عربي وإفريقي في المركز الرابع عشر تحدث رئيس الجديد نادي الرجاء الرياضي عادي الهلال عن الإكرهات التي تواجهها إدارة الفريق الأخضر في دل قرار المنع من الانتدابات قال هلال خلال حديث رفقة المنخرطين قبل انتخابه رئيسا خلال الجامع العام الذي أنعقد أمس الخميس في نهاية الموسم وجهنا إكراهات ومجموعة من التحديات من بينها مدرب والطاقم التقني الذي قدم استقالته إلى الجانب التربص الإعدادي يخوضه الفريق لكن عبد ربه بصفته نائب الرئيس ما كان بإمكاني تحمل هذه المسؤولية كاملة دون تفعيل آليات الشغور لحماية نفسي أولا ثم الأشخاص الذين يحيطون بي وزاد قائلا لم أكن يوما أنوي حرق المراحل أو تصيد الفرصة لرئاسة النادي الأخضر لأني كرئيس أو ككرسي الرئاسة بالنسبة لي بمتابة جهنم وكان بمقدور تقديم استقالتي ولن يشكل ذلك اختلافا عن من سبقوني في التدريب ولكن في إطار التزام الأخلاقي داخل المؤسسة كان مفروضا علي البقاء وبالتالي فاستمريت هنا أمر مكره عليه من أجل تدبير الملفات حتى لا نخسر اللاعبين المتواجدين في الفريق ولأن ما يتوفر عليه للفريق الرجاء اليوم هو ارتعالينا أن نحفظه اختتم الرئيس الجديد للنادي قائلنا من ماي الماضي إلى حديد اليوم دفعت خزينة الفريق قرابة خمسة ملايير قيمة النزاعات القضائية ضد الفرق أو اللاعبين أو الوكلائهم بالأخير أنا زاهد في هذا الكرسي ولأنه في آخر المطاف إن لم يتوقف المنع سأكون أنا لوحدي في فهوة المدفع هذه هي الحقيقة أشاد المدرب البرتغالي الشهير زوزي مورينيو المدير الفني لنادي فنربخش التركي باللاعب المغربي يوسف انصيري الذي انضم حديثا للفريق ووصف مورينيو يوسف انصيري بأنه لعب رائع ويعرف الدورية التركي جيدا مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية للفريق أشار مورينيو إلى أن خط الهجوم في فنربخش شهد تغييرات كبيرة وأن انصيري سيلعب دورا حاسما في تعزيز قوة الفريق الهجومية أكد المدرب البرتغالي أن وجود لعبين مهاجمين من الطراز العالمي مثل يوسف انصيري والزيكو في فريق سيضمن دائما وجود تهديد هجومي قوي لفنربخش كان الدولي المغربي يوسف انصيري قد انضم إلى صفوف نادي فنربخش التركي في الصيفي الجاري بعقد وصل إلى 20 مليون يورو من نادي إشبري الإسباني رغم أن جماهير النادي الأندلوسي كانت تطالب ببقاء النجم المغربي يوسف انصيري إلا أن إدارة الأخي قررت تخلي عنه مقابل المبلغ المهدي انصيري يحاول أن يثبت مكانته داخل الفريق الجديد في تركيا من أجل ضمان أساسيته داخل فريقه الجديد فنربخش مثل ما كانت داخل إشبيليا